بعد عام على إطلاقه في الفضاء نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أول صورة بالألوان الكاملة من تليسكوب جيمز ويب الفضائي الكشف عن الصورة حصل في احتفاء رسمي حضره الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائب الرئيس كمال هارس بحضور مدير الوكالة بيل نالسون الرئيس الأمريكي طلب من مدير وكالة ناسا شرح أهمية هذه الصورة التي التقطت بعد مراقبة دامت 12 ساعة ونصف من خلال أحد أدوات التليسكوب الأربعة President if you held a grain of sand on the tip of your finger at arm's length that is the part of the universe that you're seeing just one little speck of the universe and what you're seeing there are galaxies you're seeing galaxies that are shining around other galaxies whose light has been bent and you're seeing just a small little portion of the universe you know a hundred years ago Mr. President Madam Vice President a hundred years ago we thought there was only one galaxy now the number is unlimited وأعلنت ناسا في وقت سابق أن جميع الأجهزة الأربعة التي يتألف منها تليسكوب جيمز واب باتت جاهزة للاستخدام ويعول العلماء على هذا التليسكوب لمساعدتهم في دراسة نشأة المجرات الأولى في الكون ومقارنتها بالمجرات الحالية وكيف نشأ نظامنا الشمسي وإذا كانت هناك حياة على كواكب أخرى